قالت روسيا إنها ما زالت تعترف بفولوديمير زيلينيسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا وأوضحت الرئاسة الروسية أنه من المبكر تقييم المحادثات التي جرت مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا بشأن النزاع الدائري بين الجانبين كما نفى الكريملين مزاعم استخدام قنابل عنقضية وفراغية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا ونفى أيضا استهداف البنى السكنية أو المدنية وجدد اتهامه لكياف باستخدام المدنيين كدروع بشرية